نشاهد الآن على الصور في على الشاشة الصورة في أعلى الشاشة في هذه الصور تردنا من القدس قبل قليل من داخل البلدة القديمة قبيلة صلاة فجر الجمعة اعتداء من قبل قوات الاحتلال على المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال على المصلين في مدينة القدس في ذات الوقت يتواصل الغارات على قطاع غزة نجمل آخر الغارات التي استهدفت القطاع استهداف أرض زراعية في رفح استهداف موقع القادسية غرب خانيونس وموقع القسطل في مدينة دير البلح موقع صلاح الدين وسط قطاع غزة وموقع راعد شرق حي التفاح شرقية مدينة غزة حيث تضررت منازل المواطنين ووقعت أضرار في مستشفى الدرة القريب من المكان نعود إلى القدس مع كريستين ريناوي أهلا بك كريستين إذا نشاهد على الشاشة الصور التي تردنا من القدس تحديدا من باب حطة حيث جرى اعتداء واسع من قبل قوات الاحتلال على المصلين ماذا في التفاصيل كريستين؟ يعني لم يعني تعرف الأسباب التي تستدعي هذا الهجوم وهذا الاستهداف وهذا القمع المصلين يتوجهون للمسجد الأقصى من أجل أداء صلاة الفجر في رحاب الأقصى وفي الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك فقط شهد السكان وأهل البلد القديمة على هذا الاعتداء حتى دون معرفة الأسباب ولكن المؤكد أن قوات الاحتلال تضيق على دخول الشبان تحديدا إلى المسجد الأقصى هذه الإجراءات وهذه الاعتداءات قد تكون مقدمة لتوتير الأجواء في مدينة القدس المحتلة عامة وفي محيط المسجد الأقصى خاصة كون الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن أنها سوف تنشر أكثر من 2300 عنصر من أجل الزعم بأنها من خلالهم سوف تؤمن وصول المصلين إلى الأقصى ولكن يتفاجأ المصلون هذا الفجر باعتداء يسجل عند باب حطة في البلدة القديمة بشكل وحشي وهمجي بدون حتى معرفة الأسباب انتشار مكثف للقوات في البلدة القديمة بشكل عام وهذا الاعتداء يكون جزء من مشهد كامل متوتر في مدينة القدس وذكر يحي على أن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى هذه المواجهات كانت في حي عين اللوزم من بلدة سلوان وكانت في حي الثوري هناك اعتقلت قوات الاحتلال شابين على الأقل وهاجمت منازل الفلسطينيين بالقنابل الغازية المواجهات أيضا كانت في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة وفي محيط أيضا بلدة الرام كان هناك عمليات تمشيت وبحث عن ما زعمت قوات الاحتلال أنه منفذ عملية اطلاق نار أسفرت عن إصابة جندي بجراح ما بين الطفيفة إلى المتوسطة تحديدا نحن نتحدث عن بلدة جبع القريبة من الرام والواقعة في شمالي القدس المحتلة أيضا كان هناك توتر في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة هناك كان هناك استنفار لقوات الاحتلال بزعم أن فلسطينيين هاجموا بؤرة بيت أوروت الاستطانية المقامة على أراضي أهالي الطور وبالتالي يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أنه لا يريد توتير الأوضاع في القدس يبدو أنه استبقى صلاة الجمعة بهذه الإجراءات وهذا التوتير وهذا الاقتحام وهذه المواجهات التي شهدتها مدينة القدس أيضا أذكر إلى أن من بعد انتهاء الصلاطي العشاء والترويح تجمع الشبان بشكل عفوي بدأوا بالهتاف نصرة للمسجد الأقصى وتنديدا بالعدوان عليه من بعد سماع هذه الهتفات فورا دخلت عناصر من المخابرات الإسرائيلية باللباس المدني وضباط من الشرطة الإسرائيلية تواجدوا في السحات في محاولة لترهيب الشبان لم نشهد هذه الليلة الماضية إخراج للمعتكفين بالقوة كون عمليا يسمح للفلسطينيين البقاء هذه الليلة ليلة الجمعة وأيضا مساء الجمعة يسمح لهم بالبقاء كونه في اليوم التالي لا يوجد أي اقتحمات للمستوطنين هذا العدوان الذي شهدناه في اليومين الماضيين كان من أجل تفريغ المسجد الأقصى تهيئة لاقتحمات المستوطنين تزامنا مع عيد الفصح اليهودي في عشية العيد ويوم الأربعاء 165 مستوطنا اقتحموا بحات وصحات المسجد الأقصى أيضا صباح ونهار الخميس اقتحم نحو 200 مستوطن سحات المسجد الأقصى ضمن الاقتحمات اليومية التي تتم يوميا يحيى معدى الجمعة والسبت بالتالي الجمعة والسبت لا يوجد اقتحمات الأحد سوف يستأنف المستوطنون اقتحماتهم للمسجد الأقصى تحديدا وتزامنا مع عيد الفصح